بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله النهاردة أحل مسائل مهمة على الماجنيتك سيركيت عشان نفهم التطبيق أكتر أول مسألة معي بيقول يعني عندي حلقة من الحديد طولها 50 صمتي عندها إرجاب 1 ملي متر عندها 200 لفة يعني بالشكل ده كده هذه حلقة فيها إرجاب طوله 1 ملي متر الإرجاب والحلقة كلها على بعضها 50 صمتي في عدد من اللفات إن بتساوي 50 بتساوي 200 لفة وبيمر طيار هنا 21 من 100 أمبير في 200 لفة وقال لي إن الميو آر بيقول لي البرمابلتي بتاع الأيرن بتساوي 400 بيقول لي إيه بقى بيقول أنا عاوز الفلاكس دينيسيتي يعني هو عاوز البي تعال نشوف هنحل إزاي أول حاجة بنعمل الدايرة الكهربائية المكافأة طيب الدارة المكافأة الكهربائية اللي بتاع ديت إيه؟ أول حاجة أعرف أجيب المجنيتوموتيف فورس أيوة مجنيتوموتيف فورس بتساوي إن في الآي الإن بتساوي 200 والآي بواحد وخمسة وعشرين من مية يعني بتساوي 200 بتساوي كم بقى دلوقتي 250 أمبير تيرن طيب ما هي الـ M M F ديت مش هي الـ M F total بتساوي الـ H في الـ L اللي هي الـ L مين تمام طيب أنا لو رسمت دايرة الكهربائية مكافأة تبقى بالشكل ده دي عبارة عن الـ N في الآي وده دي مقاومة حكي دي الـ R جاب لها مقاومة ديت R جاب وهنا في مقاومة للقالب الحديدي فديت R آير تمام طيب أتصرف إزاي تمام عاوز أجيب المجنيتوموتيف فورس مع الـ M F total بتساوي مجنيتوموتيف فورس للجاب وبتساوي زاد مجنيتوموتيف فورس للـ Iron تمام إبقى M M F جاب أجيبها الأول بتساوي إيه بقى بتساوي الـ H جاب في الـ L بتاع الجاب اللي هي 1 في 10 أو سالب 3 تمام طيب أجيب الـ H جاب إزاي مش الـ H جاب بتساوي الـ B على مجنيتوموت فورس عاوز بها في المعادلة يبقى الـ M M F جاب بتساوي بي على مجنيتوموت فورس 10 أو سالب 3 تمام واجيب بقى الـ M M F بتاع الـ Iron هتساوي برضو H بتاع الـ Iron في الـ N ثيبقى H Iron في نص متر اللي هو الطول بتساوي الـ H عبارة عن B الـ B سابتة لأن الـ F هيمشي كده فالـ B سابتة فيه والمساحة قد بعضها مساحة بتاع كله زي بعضها فالـ B هتبقى سابتة يبقى بي على ميونوت في الميو أر اللي هي بتساوي 400 في الطول اللي هو بنص نجمعهم الـ 2 ونسويهم بالـ 250 تمام نجمعهم يبقى B على ميونوت في 400 في نص زائد B على ميونوت في 10 أس سالب 3 احنا قلنا ممكن برضو نطرح 10 أس سالب 3 دي من النص بس مش هتأثر كتير يعني دي بالملي متر وديت بالمتر فمش هتأثر كتير بتساوي الكلام ده ايه الكلام ده بيساوي 250 بس كده معالم يونوت بربعة باي في 10 أس سالب 7 ومدين الرلاتف في المابيلة بربعة ومية فكل اللي لحقات العلاقات عندي فهتطلع الـ B في الآخر بعد ما حلها هتطلع الـ B بتساوي 0 13 96 وبر على متر مربع نشوف مسألة غيرها بيقول an air ring of mean length 30 سمتي is made of three pieces of cast iron يعني اتعملت من ثلاث قطع من الـ cast iron H has the same length كل واحدة عندها نفس الطول يعني متقسم التلاتين دي كل واحدة عشرة بط زير respective diameter zR 4 و 3 و 2 و 5 لكن الأقطار بتاعتهم مش قد بعضها 4 و 3 و 2 و 5 فيه ارجاب نص صمت نص ملي متر فيه القط اللي هو 2 و 5 تعالوا نرسمها كده يعني عندي حتة حلقة عند حلقة مكونة من ثلاث من الحديد بثلاث أشكال مختلفة دي اللي قطرها بيساوي 4 دي اللي قطرها بيساوي 3 و دي اللي قطرها بيساوي 2 و نص و فيها ارجاب الارجاب بيخلها مثلا هناك الارجاب قال لك هنا نص ملي متر طبعا اقول لك يا منتر هي تلطولها تلاتين صمت وكلهم لهم نفس الطول يعني ده عشرة عشرة صمتي وده عشرة صمتي وده عشرة صمتي ده اللي مين بتاعته تمام عايزين بقى نتصرف نعمل ايه اول حاجة هو بيقول لي ان الفلاقس اللي داخل فيه الارجاب بنص وبر على متر مربع ومدين البي اتش كيرو البي اتش قيم للبي اتش بالنسبة ليه الحديد تمام اولا الفلاقس اللي هيمشي في الحلقة دي كلها واحد انما الفلاقس دي نيست اللي هي البي مش هتبقى واحدة لان الفلاقس البي بتساوي في على الاريا فالاريا اختلفت فبالتالي يبقى البي هتختلف تمام فالبي اللي ماشي في الجاب دي برضو هي اللي ماشي في الحلقة اللي هي اتنين ونص دي تمام تعالوا بقى نحل نشوفها نحل ازاي اول حاجة فورزة جاب بالنسبة للجاب اتش بيساوي فو بيساوي البي على 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 الميو نوت لان دي جاب والبي بنص مدين بنص تمام الميو نوت باربعة باي فعشرة والسالب سبعة فتطلع الاتش بتساوي تلتمية تمانية وتسعين وتسعة من مية فعشرة قس تلاتة تمام كده عرف اجيب لها الام ام اف بتاعتها اي اتش جاب في ال جاب يبقى اتش جاب في ال جاب فبتساوي تلتمية وتسعين وتسعة من مية فعشرة قس تلاتة في ال ال جاب اللي هي بنص متر نص ميلي متر يعني نص بعشرة قس تلاتة فتطلع المجنيتو متوفورس بتاعتها مية تسعة وتسعين امبير تير تمام طيب اشوف الام ام ام اف ايه بتاع الحلقة ديات نفس الفلاقسة ماشي فيها بس ايه الاتش بتاعتها تبقى مختلفة فانا هجيب الام ام اف بتساوي الاتش في ال ال فالاتش بتاعتها بتساوي البي نفس البي ماشي فيها لانها في نفس الجاب في الفتحة دي نفسها فنص على ميونوت في الميو اربعة المراتي طيب ومدين الفلاقسة دينيسي تي بنص البي مدهلي بنص ومدين البي اتش قيم للبي اتش فبص على النص اللي قيتها في الجدول مدين الاتش بتاعتها بألفين يبقى عوض على الاتش بألفين واضربها في اللينف اللينس هنا بقى اطرح منه النص ميلي متر ديت يعني هتضرب فيه هتنقص بقى عشرة صمت نص متر او سيبها عشرة صمت بش هتأثر كتير يعني يبقى عشرة عشرة وسالة باثنين فهتساوي الام ام اف هتعتبرها ام ام اف اتنين مثلا ودي اتنقص هتعتبرها واحد فهتساوي الاتش في الال فهتبقى بتساوي متين امبير تير تمام طيب بالنسبة لي الحلقة اللي هي ديت مثلا اللي هي طولها تلاتة صمت همlio احنا عندنا الفい مش هيختلف فعندي لو قلت ب واحد بيساوي ف واي واحد على ايه واحد الفا مش متساويه فمش هيبقى واحد ولا اتنين على ايه واحد طيب الايه بتساوي باي ار السكوير يقعد باي ار واحد سكوير وهنا البي 2 فاي على باي R2 سكوير فقسم بي 1 على بي 2 هبطلع علاقة بين البي يبقى البي 1 على البي 2 بيساوي بيساوي بقى فاي على R1 تربيع البي هترمع البي في R2 تربيع طبعا ما فيش الفاي دي يعني فايطلع ان البي 2 بيساوي بي 1 R1 تربيع على R2 تربيع فانا عاوز اجيب البي للي طولها 3 سمت للي الديامتر بتاعها ب3 سمت فالR هي هي مع الديامتر ان احنا بنجيب نسب فتبعا مش مشكلة يعني يبقى بي 1 اللي هي بنص R1 تربيع اللي هي ب2 ونص تربيع R2 تربيع اللي هي ب3 تربيع يعني 9 فتطلع البي 2 بتساوي 35 من 100 ابص على الكيرف اللي قدامي ده ما لاقيش القيمة دي فهاتطرر رسم البي اتش فانا رسمته اهو وروحت على 35 من 100 ومشيت بخط افقي بعد ما مشيت بسكيل وطلعت لي القيمة ب1150 على الكيرف اللي انا رسمه فيبقى الاتش ب1150 فيبقى الاتش اللي طلعت ب1150 وبالتالي يبقى الام ام اف في 3 الام ام اف 3 بيساوي 1150 في الاتش بتاعتها اللي هي 10 صمتي فبتساوي 115 ام بير تير طلع بتساوي 115 ام بير تير عاوز يجيب الام ام اف ارباع برضو هاعوض في العلاقة ديت يبقى البي 3 بيساوي بي 1 ار واحد تربيع على ار اتنين تربيع فهيطلع يعني ان البي بتساوي 2 من 10 ده بعضا مع وضي البي 3 البي بتاعت اللي طولها 4 اللي بتاعتها 4 صمتي ده هوت هتطلع البي بتاعتها ب2 من 10 اتها موجودة في الجدول ب6 و2 من 10 ب620 اللي هي الاتش بتاعتها ب620 اجيب الام ام اف 4 ب620 ب620 ب10 على المية فبتساوي 62 ام بير تير تمام عاوز اجيب الام ام اف توتل اجيب الام ام اف توتل ام ام اف توتل اجمع الام ام اف 1 و 2 و 3 و 4 فتلعب بتساوي 576 ام بير تير فال 576 تيران الان في الاي هو مديني مديني هو عاوز ال ومديني الان ب1000 فيبقى الطيار بيساوي 576 من الف ام بير وبكده كون مسألة تنتهت في المسألة دي بقى مديني الشكل ده كده تمام انا برسمه هوت بعد ما رسمته بيقول لي بقى بيقول لي ان الكويل ده في 500 تيرن في النص في اللمب اللي في النص ده في الطرف اللي في النص ده فحطرته 500 تيرن هنا كده بقى ده 500 تيرن بقى ده 500 تيرن بقى ده 500 تيرن تمام وده كله على بعضه 30 سنتي وقال لي ان المساحة مربعة فده طوله 5 فطالما المساحة مربعة يعني المساحة تبقى 5 في 5 فعشرة أستسالب 4 تمام لانه قال لي سكوير قال لي اسكوير يعني مربعة يعني هتبقى زي فتاعة المربعة 5 في 5 تمام اول خطوة بعملها دايما انها برسم دايرة قهربائية مكافئة ارسم الدايرة الكهربائية المكافئة بالشكل ده قادل ان في الاي هنا هوت او اداني صحي الجاب ده هوت بواحد صمتي الجاب ده بواحد صمتي فدل ان اي في هنا ار للجاب انا برسم دايرة قهربائية مكافئة بجيب ال point of intersections نقطة التقاطعات هنا اهيت وبين كل نقطة التقاطعات ديت برسم مقاومة تمام هنا مفيش في مقاومة بتاعة القلب الحديد ومقاومة بتاع الجاب فيبقى هنا ار جاب وهنا ار ايرن اسميها مثلا ار واحد تمام هنا في مقاومة اسميها ار اثنين هنا في مقاومة اسميها ار تلاتة هنا في مقاومة اسميها ار اربعة هنا في مقاومة اسميها ار خمسة هنا في مقاومة اسميها ار ستة وهنا مقاومة أسميها R7 دول كلهم طبعا مقاومات للآيرون فما ممشي في الباث ده في المصار ده هلا أن ده كله آيرون فمش فرقة فممكن أجمع الـ L بتاعتهم الـ L مين بتاعتهم على بعض فخليها مقاومة واحدة فخلي الدايرة ألخصها بالشكل ده دي N في الآي وديت بتاعة آيرون كورن اللي في النص ده وديت الآرجاب وهنا أسميها مثلا R A وديتسميها مثلا R B فأنا عندي فلاقس بيتوزع 3 من ألف وبر فالفلاقس هيتوزع كده فالجهده هنا زي الجهده هنا أول حاجة أعرف أجيب الـ L تنسب بتاع الجاب أعرف أجيب الـ L على ميو في الـ A ميو نوت في الـ A طيب الـ L مين بكام؟ بواحد صمت يعني واحد من مية على الميو بتاعتها باربعة باي في عشر قس سالب سبعة في الإيريا بتاعتها قالك الإيريا مربعة يعني خمسة في خمسة في عشر قس سالب خمسة في عشر قس سالب أربعة أربعة تطلع الـ R جاب بتساوي 318 ونصف عشرة قس ثلاثة طيب أعرف أجيب الـ M M F هسميها الـ M F واحد بتاعت الجاب بيساوي الـ R في الفاي فاي في الـ R معاها الفاي بـ 3 من ألف فأضربها في الـ R يبقى أضرب 3 من ألف في الـ Reluctance ديات طلعت لي بـ 955 واربعة من عشر أمبير تيرن طيب دي الـ M M F A واحد طيب أنا عاوز أجيب الـ M M F اللي هنا ديت مش بيمر فيها نفس الفاي بيمر فيها نفس الفاي طيب أعرف أجيب الـ B الفلاكس دينيسيتي أيوة عرف أجيب الـ B بيساوي H الـ B هنا بيساوي أصد فاي على الإيريا مديني هو الفاي بـ 3 من ألف على الإيريا اللي هي خمسة في خمسة فعشر قس سالب أربعة بتساوي واحد واثنين من عشرة وبر على متر مربع أطلع فوق في الأرقام اللي بالدهلة دي بتقالها الـ واحد واثنين من عشرة بيقابلها H بيساوي ألف يبقى الـ H بتاعتها ساوت الألف يبقى هنا الـ H بتساوي الإيه بتساوي ألف طيب يبقى كده الـ M M F 2 بتساوي H في الـ L يعني H فيه 49 سمت يعني 49 من مية بتساوي ربعمية وتسعين أمبير تير طيب الجهد اللي هنا زي الجهد اللي هنا بالضبط مش هيبقى فيه مشكلة لأن الجهد بتوزع على التوازي فهجيب M M F الواحدة منهم بس تمام طيب الـ B بواحد واثنين من عشرة جبنا الـ H بألف طيب المصار بس هو الطول هو اللي مختلف فالـ M M F 3 بتساوي برضو الألف ولكن المصار طوله مختلف فتجمع هنا 15 وهنا 20 وهنا 15 يعني 50 فتضرب ألف في 50 على مية تطلع بتساوي 500 أمبير تير تمام أنا أسف معلش دي 19 من مية لأن الطول ده 20 طول ده 20 فهي 19 من مية يعني 190 وهنا دي هت 50 مصبوط بـ 500 أمبير تير طيب نجمع الـ M M F total هنجمع الثلاثة على بعض أنا جبت واحدة منهم بس عشان هم على التوازي تمام فواحدة منهم هي اللي تكفي فالـ M M F total بجمع الثلاثة M M F فبتساوي 10,244 كده جبت الـ M M F total هو عاوز هنا عاوز إيه؟ هو عاوز الـ current عاوز الـ current ومديني عدد اللفات بـ 500 تيرن يبقى بيساوي 500 في الـ I فالـ I بيطلع بيساوي 20.5 أمبير وبكده يتكون انتهى الفيديو ترجمة نانسي قنقر